نازم اتكلم عن الدكتور اسام حشيش استاذ الهندسة استاذ الاتصالات في كلية الهندسة موجود في السجن وقد سجنت قبل ذلك اظن في عصر في نهاية عصر في بداية عصر مبارك في بعد مقتل السادات وسجن في حصن مبارك وسجن والان هذا الرجل الاستاذ العملاق كل من عرفه وحبه وهذا الرجل خلف القضان استاذ الاسادزة الذي نال شهادة الجائزة الدولة التقديرية هنا هو في الصورة مع صديق عزيز اوي وراجل محترم جدا هذه المجموعات الناس المحترمة الدكتور حسن الدكتور عبدالرحمن سعودي رجع الصورة ثانية بعد إذن حنالك إذا كنت أنا صح أيوة هو ده الدكتور عبدالرحمن سعودي الله يعني ده الراجل ده تصدر منه مليارات لأنه كان بيتعامل مع الحكومة وبيشتغل مع وزارات في الحكومة كانوا فلوس وكلها الدكتور عصام حشيش تعبان واللي زي ده كنز لأنه عمل حاجات كتيرة جدا للبلد الدكتور عصام حشيش للأسف بيعاني في السجن طبعا التهم اللي انت عارفها مش كلا إنه شعر بأنه لازم يتعالج طلب يتعالج مفيش فقال لهم طب شوفوا أنا يبدو أن أجلي قد قرب أو دانا أجلي عارض طلب إيه؟ طلب شيء عجيب جدا حضرتك طلب إنه يشتري الكفن على حسابه لأنه لا يسخ في كفن ها أولا طلب شراء الكفن حملة إلكترونية لإنقاذ عالم مصري معتقل الناس هو بيقولك إنه فلوس الكفن للجبال دي حرام مش عاوزة منك أنا أموت في كفني قرب الأجل أو دنو الأجل أو الشعور بالظلم على أستاذ زي الدكتور عصام اللي شهادات بنك التنمية الإسلامي ده الكلام ده من إنت من خمستاشر سنة تقريبا وشهادات مش عارت منين ومنين إنت ممكن زملائي عرضونك الكثير والكثير لكن أعاوز أقولك إنه إن هذا هذا النظام يعني وصل من القبح إلى هذه الدرجة ومن الكراهية لنفسه وللناس واحد عالم إنت سجنته أوكي يتعالج ما بتعالجش ع حساب أبوك ما إنه من حقه يتعالج على حساب هذه الدولة المهترئة من حقه يتعالج لكن لا وبعدين ده راجل أستاذ أستاذ الأسادزة يعني مر عليه أجيال وأجيال من التلاميذ والطلبة ودرس الماجستير والدكتوراه دكتوراه أسام حشيش وكل الأسادزة وكل المعتقلين يستحقون الحروج يمكن ربنا يسمع دعانا في لحظة ممكن نجد ونجتهد إن احنا نخرجهم ونتعب عشانهم يمكن ده يكون قريب عسى أن يكون ذلك قريبا